السلام عليكم ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بألف خير يا رب النهاردة باذن الله هنعمل مع بعض الارنبيت المقرمش او الكريزبي باذن الله هيعجبكو جدا طريقته سهلة جدا وكمان مش هيشرب معاك زيت واقولك ازاي مشربش معاك زيت طريقته سهلة جدا وبسيطة جدا وباذن الله هتعجبكو جدا جدا بس قبل ما نبدأ الفيديو بتاعي يلا حط لايك للفيديو واشتراك في القناة لو لسه مشتركتيش ويلا بينا نسمي بالله ونصلى على الرسول وندخل على الفيديو على طول في البداية كده عندي الحلة ونحط فيها شوية من المية واول ما يغلي كده نحط فيها رشة بسيطة من الكمون علشان تشيل الغازات اللي في الارنبيت وده عندي ارنبيت اهي او زهرة قطعتها بالشكل ده كده انت حابة تقطعي قطع صغيرة برحة خالص مفيش مشكلة ونروح بقى على البتجاز ونروح بقى للحلة بتاعتنا المية هي غلت معانا هي بمعلاقة الكمون وهبدأ بقى احط بقى الارنبيت او الزهرة زي ما بتقولهم هو بالشكل ده علشان انا عايزة اسلقها بس مش هنسلقها اول حاجة علشان ما تتهريش معاكي حاول ان انت تعمليها تلات تربع سوى علشان هي هتكمل سواها معا وهي بتتقلي وعندي بقى بطين وهجيب كمان عليهم البهرات اللي هو معلقة فلفل اسود معلقة صغيرة ومعلقة كوزبرة وكمان معلقة البابريكا وكمان ضفت عليهم معلقة من الكركم علشان بدي لون حلو او في الارنبيت او الزهرة وضفت عليهم رشة بسيطة من الشطة لو حب اختياري وحطيت معلقة كبيرة من الكمون وعندي بقى الخضرة بتاعتنا ومعلقة كبيرة من التوم المهروس الخضرة اللي هي كوزبرة عايزة تحطي شابت مفيش مشكلة خالص وضفت عليهم كباية من اللبن او الحليب وهخلط كل الكلام ده مع بعضه بعد كده هحط عليهم معلقة صغيرة من الملح حابة تحط مكعب مرأ الدجاج عادي مفيش مشكلة بيدي طعم حلو قوي وهضيف كمان كباية من المياه هقلب كل الكلام ده مع بعضه عندي بقى نص كباية من النشا او الكورن فلاور زي ما انت شايفين كده بدي ارمشها في القرنبيط او الكورنبيط وهقلب مع بعضه بالشكل ده كده واخر حاجة هضيفها وهي كباية من الدقيق زي ما انت شايفين كده هقلب بقى كله الخليط ده مع بعضه تمام كده كده الخلطة بتاعتنا بقت جاهزة هي هنروح بقى نشوف القرنبيط تستوى معانا هنخرجه بالشكل ده كده حاولي ان انت ما تسلقهش قوي علشان ما يتهريش معاكي بالشكل ده بدأت اخرجه من المياه بالشكل دوت تمام كده هنا بقى بعد مسالات الارنبيط بالشكل ده هنروح للخلطة بتاعتنا نديها تقليبة كده بالشكل ده هبدأ احط الارنبيط في الخلطة زي ما نشايفين كده هقلبها بقى في الخلطة انا عايزها كلها تبقى متشبعة بالخلطة كده علشان الكفر ده اللي هيخلي الارنبيط بتاعي يبقى طعم حلو او تدي له ارمشة كويسة هقلبهم بالشكل ده كده في الوقت ده بنكون مولعين على التواصل فيها شوية من الزيت زيت يكون غزير علشان انا عايزة كل قطعة في الارنبيط تكون حمارة كويس علشان يبقى مقرمش معاكي الزيت يكون غزير زي ما قلتلكم بعد كده هنروح بقى على البتجاز والزيت بتاعي بدأ يسخن هو بس ما تسخنوش او علشان ما ياخدش الارنبيط معاكي لون على طول انا عايز زيستوه معاكي علشان هيكمل سواه انا سلقاه 3 اربع سواه تمام كده طريقته سهلة جدا وبإذن الله يعجبكم زي ما انتشايفين كده بحط الارنبيط بتاعي في الخلطة بعد كده بصفيه وحطه في الزيت زي ما انتشايفين كده اهو اه بعد ما حطيته كده هسيبه لحد ما ياخد اللون الدهب الجميل كده المحمر وهبدأ اقلبه على الجنب التاني انا هفضل اقلب فيه من جميع الجهات علشان انا عايزة كله ياخد لون واحد وهحط بقية الكمية في الخلطة زي ما انتشايفين يبقى الخلطة دي عبارة عن كباية من الدقيق نص كباية من النشا كباية من اللبن كباية من المية وحطيت عليهم بطين وحطيت كمان التوابل او البهرات ليه كمون وكزبرة وبابريكا وشطة اه وفلفل اسود وحطيت كمان ملح وقلبت كل الكلام ده مع بعض وكده وبدأت احط الارنبيط بتاعي في الخلطة هنا بقى الارنبيط بتاعي اخد اللون الدهب الجميل المحمر ده اهو شايفين انا بقلبت اهو على جميع الجهات بفضل اقلب فيه لحد ما ياخد اللون الدهب الجميل والارنبيط بتاعي يبقى مقرمش معايا ويبقى بالشكل ده شايفين شكله عامل ازاي بصوا الجمال لونه حلوة قوي هبدأ بقى اخرج كمية الارنبيط من الزيت اهو زي ما انتوا شايفين هصفي كويس اهو والزيت بتاعي ما انقصه ولا حاجة هو مشربش زيت خالص هكمل بقية الكمية وهرجع لكم تاني بصوا الجمال شايفين شكله عامل ازاي وكده خلصنا الفيديو بتاعي النهاردة بتمنى يكون عجبكم ما تنسوش تحطولوا لايك واشتراك في القناة لو لسه مشتركتوش كمان مستنيها تعليقاتكم الجميلة اللي بتفرحني جدا جدا ما تحرمش منكم ابدا ابدا ولا من كلامكم الجميل ولاكم بالمثل بصوا شايفين الجمال شايفين اللونه عامل ازاي ومقرمش وجميل وبإذن الله هيعجبكم طرقتي سهلة جدا وبسيطة مش مكلف خالص يلا اتشجع وقم اعمليه قبل موسم الارنبيط ما يخلص كده في السوق يلا قم اتشجع وعمليه وبإذن الله هيعجبكم جدا طرقتو سهلة جدا وقت صديق وكده الفيديو بتاعي خالص بتمنى يكون عجبكم وبتمنى يكون خفيفة على قلبكم واستنون الفيديوهات اللي جاية بإذن الله اشوفكم يا رب على خير الفيديو الجاي مع السلام